أنت بدأت كلامك بحاجة، قلت من الأول بقى قبل ما نتكلم عن الرحمة قلت فيه فرق بين النسكندرية وفرق بين الأرياف طبعاً هل هي مفروض ما كانتش تعمل كده؟ لا، ما هو أنا بقى ما عايز أقولك الكلام في القصة دي المرة دي حيكون من وجهات نظر مختلفة ايه؟ أولاً أنا بلوم كمان عايز أقول إيه؟ إن إحنا بنقعد نحلل ونلوم إحنا بنيقسها أكتر بس إحنا معلش يا منار أنا مش بس هفيدك أنت أنا عايز أفيد بقى كل اللي ممكن بيسمعونا طبعاً والأهالي اللي ممكن تكون نوية تعمل كده في بناتها ألف بيتجواز لازم تاخدي حد من ثقافتك يعني إيه؟ ألف بيتجواز لازم تاخدي حد من ثقافتك يعني إيه من ثقافتك؟ يعني من بلدك أو لو بلد تانية يبقى أنت حتسافري معا بلد عربية أو أجنبية علشان تعملوا مستقبلكم أما إذا أنت حتتجوزي حد مش من ثقافتك يعني أهله مش شبه أهلك إخواته مش شبه إخواتك هو مش شبهك الجوازة دي مش تنفع حتى لو فيها قصة حب بدين دي بنت صغيرة عندها 18 سنة بس أحياناً بي في ناس مختلفة أمانيا في ناس تبعيزة مثلاً حد يبقى مقفل شوية أو عدد مقفلة شوية بتطور بلد معين لاح فيه اختلاف يرفع العلاقة اللي هو اتنين بيكملوا بعد ده في التباع يا سالي مش في الثقافة يعني إيه؟ يعني خليه بس الحياة الزوجة بتتبني على إيه؟ بس أنت بتكلمي عن بلد وبلد مش بتكلمي عن محافظة ثقافة اتنين اتجوزوا دلوقتي أنا عريس اتقدم لوحدة بنت العريس ده من محافظة بيشتغل في الغيط بيشتغل مع البهايم بيشتغل مع البهايم دي حاجة شريفة وجميلة جداً أنا مش بقيم شغلته لا هي دي مكيها سلام نفسي ويه 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 ما عملاء بحرات حين ويه في نفس الوقت اه؟ امامتوا معاها ايه؟ ايه هم ليهم قانون قوانين بتحكم انه الغيط اهم حاجة هم عندهم قوانين بتحكم حياتهم مختلفة تماماً عن قوانين المدينة بمعنى ان العيش في اسكندرية والمنصورة والشرقية بعض بلاد الشرقية دي محافظات كبيرة ومصر طبعا لو هي كنت هتعمل كده بس مش هتسكن في بيت عائلة أنا هسألك السؤال ده برضو لو هي كنت هتعمل كده مش هتسكن في بيت عائلة فهي لا تتبع قوانينهم جماعة أنا بعيدة عن بيت العائلة خالص دي بات أنت بتتكلمي أن هم برضو كانوا ممكن يسيطروا حتى لو هي قاعدة معهم في نفس المحافظة من محافظة تاني أنا باتكلم بحاجة تانية خالص دي بات أنا باتكلم في أنه دول ثقافتين مختلفتين ليهم قوانين مختلفة وحاجات كتير مختلفة ما لهاش علاقة بالتباع ليه علاقة بالقوانين اللي بيديروا بيها عائلة لو هي مش مطالبة أنها تعمل كده أقول لا أليه على عريس بيعمل كده هي واحدة عايشة في اسكندرية راح تغيط ولا عارفة برسيم ولا عارفة بهايم أنا معاكي بس لو هي كنت هتروح مش هتعمل كل ده لكن هي تعرف تبقى ست بيت وتطبخ تانكي ولو أنا هروح البلد التانية وهعمل كده بست بيت وتطبخ ويه ويه كان هيفرق؟ طبعا هيفرق طبعا هيفرق يعني هي كانت لازم تعرف من الأول نوع ويعملها البحثة حينة كان لازم من الأول يعرف شكل العيشة قبل يعني القواعد يا جماعة دلوقتي أنت أنا بأتكلم دلوقتي أنا هخاطب بابها ومامتها دلوقتي أنت جالك عليس لبنتك اللي عندها 18 سنة جالك من أرياف ألف به اطلبوا يعزموكوا عندهم في البيت وروحوا وشوفوا شكل الحياة بنتك هتعيش إزاي أرياف بس أعود معكوا في سكندرية كانوا يوافقوا بجد حتى لو هو ثقافتوا دي وبقتوا دي هو ربنا ليه عمل إيادة الفتحة والخطوبة عشان نعرف بعض بس هل أنا كنت هعرفهم أنهم ممكن ما يعالجوش ابني غير بعد الجواز أنا مهما عشرة الناس يا أمل الجملة دي بقى الجملة دي أيوة الجملة دي بالذات يعني ضربة تحت الحزام لليه علاقة بدين ولا بقيم ولا مبادئ بتي مستفزة جدا على فكرة من الجملة دي الفيبز وصلة هنا والله أه طبعا فإيه بقى فده ليه علاقة بي سأنا عمري ما عشرة الناس معدلش أقول بقى هنا ثقافة لأن ثقافة الفلاحين فيها جدعانة والشهامة ده لو إن جارتهم نزل ناقص حيلقوا بالناس بتلف بي واللي بديها عربية ينزل بي البلد عشان يشوفوا دكتور فده الأصل في الناس الفلاحين جدعانة والشهامة والكرم تلوي منارة على دي أنا مهما عشرت مهما عملت راية فتحة أنا مش هقدر ألوم منار أنا أقدر ألوم أهلها حتى أهلها كان هعرفوا منين أن أهلهم أنه أهلهم ممكن يتلعب الجهة لا أهلها لما رجعت لهم أول مرة بطفل واحد كان المفروض بطفل واحد الخسارة هي عندها مش كذا مشكلة ورا بعض هي بتقولك من قول يوم جوازي شفت البهدلة كلها بس المشكلة دي أول مشكلة دانية مشكلة بتقولك أنا خلفت على طول وتبهدلت وأنا حامل وبعدين جدت طفل ناقص وعنده مشاكل وبعدين هم مشرح منها وبعدين هي راحت لأبوها متطلقة رجعوها ريح لهم بعيل واحد مريد كنت عايزة باباها يقول مفيش راجعة تاني فكان لازم باباها ساعتها يعمل حاجة يا جماعة أخذ الحق حرفة أسأحنا مش كل كلمة حنقوله الطلق حل أنت عارفيني أنا إحنا أخطوه الطلق خصوصا لو في أطفال طبعا ولكن أنت حتى لو مفيش أطفال في طريقة في طريقة وبعدين بقى أمل ضد الطلق يا عمراء ما هتقولك الطلق يا حبيبتي يا حبيبتي لا الطلق ربنا عمله عشان في حالات لازم نتطلق ما فيهاش كلام هو ربنا خلقنا وقضر بينا ولا معكة تلوك بتاعنا يعني لو هي هتنتحر مش لازم تطلق هارمي نفسي آخر ملكونة سني هجيالك بقى في حتة الانتحار دي فخلينا بس الأول نفسر للناس المشكلة الأزلية بتاعت ليه نسب الطلق بقت عالية جدا عشان اختلاف الثقافة وبعدين اختلاف الطباع يعني الثقافة دي حاجة وينتج عنها الطباع ثقافتي وأنا عايشة في المدينة أنواع الشغل وأنواع الجران وأنواع الصحاب وأنواع الحياة ليها شكل وأننا عايشة في قرية في غيط ممكن يبقى قصر جوه الغيط ده بمليارات على فكرة ولكن هم الثقافة مختلفة تماما عن اللي عنده نفس المليارات دي في الآخر عايشين فين فهم تبع أحكام وقوانين المكان ده يعني ما قدرش أننا هقولهم مثلا أنا عالف في بيت عائلة في أريف وقولهم أنا هعمل بول وهننزل أنا هنعمل بسين هنهضر دي ثقافة لكن أن أنا أكون قاعدة مثلا في فيلا في التجمع فيلا في زايد وفي أي مكان هقدر أقول أن أنا هعمل بول قصد كده قصدي كده جدا وقصدي أنه لوقتي هم عنده ثلاث إخوات رجالة فإزاي بيشغلوا الست في الغيط هم على فكرة في الأرياف بيشغلوا الست في الغيط الأغلبية كويس بس الأرياف عندهم رحمة بالحامل يعني أنا أنا اعتراضي أنهما التلاتة ما ماشييني وما أنا رجلي فين لكن ما عنديش اعتراض أن أنا آجي بقوانينك وإنتوا اتفقتوا معايا أنا أنا ما عافش ما اتفقوا معاها وإلا أني هتشتغل في الغيط يبقى عشان كده نرجع تايل باباها بقى ونقول أن باباها لازم يعمل قعدة وقفة قوية ويتكلم من مركز قوة أنا أديتك بنتي مركز قوة إيه ما هيرموها ما يرموها مش هتموت مجوع هتطلع ده تهديد هو لي الأهلي يكون بتاع تقول لها ما تكملي ومعلش واستحملي عشان عندها عيال وعشان الطلاق في الأرياف حاجة مش حلوة وعشان الطلاق مش حاجة حلوة أصلاً لا في أرياف ولا غير أرياف وفي مسؤوليات أنا معرفش ظروفهم الاجتماعية إيه باباها شايل هم الأب بيبقى خايف أنه يصرف على بنته فبيرميها تاني نفس الرمية بيبقى خايف أن هي أصلاً هي بيبص بنظر رائسة جداً عندها 18 سنة متطلقة وعندها ولدين أو عندها عيالين ومش مكملة تعلمها عندها ديبلوم هترجع لأبوها في اسكندرية هتعرف تكمل تعليم؟ لأ هتعرف تشتغل؟ لأ ولينا هي حاجة وعشرين ديوات لنا جوزت 18 سنة استني علي حتستنى عريس صح؟ هيخدها بعيلين؟ هيخدها بعيلين هيكون جاي عامل إيه بقى اللي هيخدها بعيلين ده هيكون برضو جاي عنده عائلين تانيين فهما الناس علشان مش عايزة تجرب حاجة جديدة فتقولك نعرفه حسن ما نعرفوش شلت كتئلة يا بنتي يعني شلت كتئلة فعودي بقى كملي شلت كتئلة فخلاص بقى أكملي واستحملي هي لازم بس تلاقي طريقة يعني احنا من الكلام دلوقتي هنحاول إن هي تلاقي طريقة تعرف تاخد بيها أي حقوق أنا عايز أسألك على حاجة لما تكون واحدة عندها طفل تعبان أو كده ما بتاخدش بالها أن هي ما تخلفش تاني يعني ده سؤال خبيث جدا هل أرياف حبيبتي طبعا ده لو جزها يعني طبعا أنا ابني لأولاني طلع عنده مرض أجيب تاني ثانية واحدة لقدر الله وده لأنا برأولي يا سالي استقافة لازم كان ده بيتم بالاتفاق بين الست وجزها يعني بين كل طفل وطفل سنتين على الأقل يعني على الأقل مش وراء بعض أيها طبعا عشان صحتها وعشان صحت الطفل اللي جاي عشان جالنا طفل وأنا بطرش تغل في الغيط وبعدين لازم هنا بقى نخش بقى على نمرة ثلاثة اللي هو جزها فين شخصيته يعني ليه هي ما حاولتش تقعد تتكلم معاه بدل ما تقعد تقوله يأسى وهنتحر وهموت نفسي يعني جربنا الجو ده جاب طلاء ما يتكلمت وقالت ودن من عينينا خلي بالك أن تطلق التالتة تطلق التالتة بيلي رجع طبعا خلاص فهو كده في طلقتين فعلشان الموضوع ده يتحلق هل في حاجة اسمها طلق كده وكده؟ لا في الإسلام مفيش حاجة اسمها كده وكده لا مفيش حاجة اسمها كده وكده ما هو مفيش حاجة اسمها كده في الدين أنت بتريحني؟ هو كان لازم هو قال لها تلعي يقولي لأمي أنا أرى ميت عليك عمين هو مرمهوش لسه تحليلك إيه للشخصية دي؟ إذا شخصية اللي تضحك عليك بكلمتين وبعد كده إيه فجأة بيطلقني بجده وبعد كده رايح لمامته إيه ده؟ مغلوب على أمره أو ده إيه؟ شخصية ابن أمه شوية أمه سيطرة أه ده ابن أمه والثلاث رجالة تانين نفس السيناريو عشان بيقول لها مطرة دايش ابنك وهم يشوفي البهيم وببرسيم هو إزاي؟ فين جزهة بقى؟ هي جزهة بيشتغل إيه؟ يعني هو مش معارف الخيط هو مش قلبه على ابنه على ضناه بس هم ساعات بيبقوا كبير ليه أولوية في الأرياف والأولى الزغارة بتسمع يعني الأخوات الصغارين أنا مش عارفة ترتبهم إيه أو أنا حساوي الصغار خلص تدلوه على الحيلة؟ لا أنا حاسة أنه هو شخصية اعتمدية يعني أصي يا جماعة برضو عزين نفرق ما بين عقوق الوالدين حاجة مش بنتكلم فيها وإنك تعرف تتفاهم مع مامتك أنا بقول لكش عق والدتك أنا بقول لك بالعكس لو ما لكش خير في والدتك مش بقول لك خير في حد لكن أنا بقول لك أنت لازم تتكلم مع والدتك علشان تبقى عارف أن في حاجة اسمها حدود ربنا حطها علاقتك بأمك دي في حتة وعلاقتك بمراتك دي في حتة وعلاقتك بعيالك دي في حتة ما جابتش سيرة السلايف ما جابتش سيرتهم خالص ممكن يكونهم عشان بيعملوا كده وهي رفضة ده كله فما علاقتش عليهم خالص ما عرفش مش حقدر استنتك حاجة في قصة السلايف ما لهمش شخصية يعني كلهم ماشين كده خالص وممكن يكون سلايف من نفس الثقافة فمش ظهرين في الصورة أو فمش عندهم مشكلة أنت تشتكلي يعني ما جابوش زوجات من خارج نطاق القرية بتاعتهم أو المحافظة بتاعتهم هالمشكلة كلها جاية هنا من فرق السقافة وفرق الوعي بس إنتي مش مشكلتك بيت عيلة قوي يعني أنه بينتهي الخصوصية بيت العيلة يا جماعة ده مفروض أنه كانت حاجة طبيعية جدا إلا بعض الاستثناءات تبقى فعلا أم مفترية يبقى عندها سلايف مفترية لكن ده بيبقى يعني مش هو ده العنوان اللي احنا عايزين نحكم هو لو هي قالت له نعط في شقة بعيدة هيوافق لا طبعا أهله مش يوافقه طبعا ما تجربش تجرب بس هو مين اللي يعمل كده مين اللي يعمل كده مين اللي يعمل كده أبوها دلوقتي يبعت يجيبه إنت يا ابني قلت هتعيش في بيت عيلة واحنا وافقنا وكان فيه وعد بأنك ما هو جابه واشتكى وقال إن هي مهملة ما هو جابه واشتكى وقال إن هي مهملة هيعملوها كويس وحيعملوها باحترام وحيبقى حتى ده هيدلعوها أمل جابه واشتكى وقعد وسط جابه وعمه وقاله إن هي مهملة وهي اتصدمت وقال لها أنا هجي أخذك قبل ما العيدة تخلص وكلمة إن حناينين وما تسيبنيش وأنا مريش غيرك وأوسى استيمها زي ما بيقولوا بعد كده راح جاي قال لها أنت مهملة وانت وانت يتعمل فيه إيه ده؟ ده يتعمل فيه إيه؟ ولا حاجة يتقالوا إن أنت كذاب عادي كده في الوش كده؟ آه طبعا يتقالوا إن أنت كذاب وده مش اتفاقنا وتحلف وتقولوا بيني وبينك مصحف ربنا يبجال؟ آه قدام أبوها وقدام حد من أهل يعني حكا نعم زي الشرع أو يجيبوا حد كبير يعني حد من أبوها أو حد كبير من عائلتها يكون عنده شخصية أكتر من أبوها ويجيبوا حد من العمدة ولا حد كبير من هنات وفيه حاجة اسمه فيه قسم في الدين اسمه يمين غموس يعني إيه يمين غموس يمين ده مروش كفارة يعني بنحلف تلاتة بالله العظيم ليه طريقة كده حتى بيتعمل في بعض المحاكمة على فتح يمين غموس إنه مروش كفارة إنه ما يفعش تبقى كذاب والتدفقات تلاتة ستين مسكين أو تصوم تلاتة أيام عشان كده اسمه يمين غموس فوبيني وبينك ربنا حصل واحد اتنين تلاتة وتحلف هي اليمين ده وانت كذاب فهو يحلف قدامها لو كان يقدر لأنه عصوداء يمين يعني لازم في شيخ يشرح لهم إنه ده حاجة كبيرة أوكي؟ يحلفوا ويبقى فيه حكم ودلوقتي قدامك إنت دحكت علينا في واحد اتنين ثلاثة وبهدلت دناك اللي هو شايل اسمك ودناك التاني بيتبهدل أنا كده لا عارفة بقى زوجة ولا عارفة بقى أم ولا عارفة بقى أي حاجة فلازم يعني نقيم حدود الله حدود الله دي إيه إن أنا من حق يبقى لي يومين في الأسبوع أرتاح فيهم حتى لو أنا بشتغل بأجرة حيبقى لي يومين في الأسبوع بارتاح فيهم وعدل ساعات معينة اشتغلها طب ده عشان أنا بحبك شركية أدمية ترميله بستك أساخت الحق حر عشان أنا بحبك وبقي عليك بس نعمل ده بحق ربنا طب هي اللي هتقوله بحبك تتعهد إن مامتك مش هتتعرض لي إخوتك يعملوني كويس اللي هتقوله بحبك وبقي عليك سيبولي وقت لأولادي سيبولي وقت الكده إدوني مصاريف زيادة لعلاج ابني يعني إيه مش بنصرف على الأرض وعلى الأكل إيه كلام الفاضي ده فأني شرع وأني دين اللي ممكن تقول كده اللي بعتلنا تقول أنا حسن بفكر في الانتحار وهنتحر يا ممكن تنتحر بجد الأول لا بصي كل واحد فينا معلش كلنا بنسمع كده كلنا بنقول هموت نفسي وخلسكوا بالي يا الأم بتقول حاجتين همشي بالبيت ومحدش يعرف لطريق دي معروفة يا رب بموت وارتحي إما أنا هموت نفسي واخوة منهم دي إحنا حافظينه وهو الإنسان في لحظات اليأس الشديد لما يكون عنده عجز ويلاقي حلوية الله يكون فرعونها بصراحة يعني أنا 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 بحلل عشان أساعدها مش باجي عليها فهمك أنا بحلل عشان هي تلاقي من كلامي ده تاخد أي حاجة من دي أنا قلتها ده وتحاول تطبقها تمام الإنسان في لحظات اليأس فعلا بيفكر في الموت الموت أرحم وكلنا بنقول كده يا رب لو لو رحتي عندك خدني دي معروفة دي ولكن ساعة الجد أكيد لا طبعا متعرفوا إيه لا أرسك مش بتهون عليكي ولا أودك هيهونوا عليكي والحلام والحلال والكلام ده كله والإنسان مش هيخسر لأنه في حلول طب في حلول تمام؟ فهتحاول تتكلم مع أهلها وتحاول تتكلم مع شيخ أو حد أو حد كبير في الموضوع يعني علشان لازم يكون في حد غير باباها لأنه واضح إن باباها شخصيته ضعيفة هو زكاية أبا مسالم مش عايز بنته يعني ترجع لما تجيب أخيرها يعني ترجع لما يوديها مستشفى المجانين يعني يوديها مستشفى المجانين يعني هون برضو هو مش مقتنع يعني كانت ماماتها راحت مستشفى المجانين يا أبو منار يا أبو منار أنت كده هتصرف اللي وراك واللي قدامك على علاج بنتك مش هيكفيك بس ممكن يبقى على قد حير خلي بالك الأب ساعات في أب أب بيخافه إنه هيصرف على بنته تاني وبتلاقي الأمة برضو ساعات بتباهي سبقي لو راح تشتغل تلات تشتغل ده في الأرض عند جوزها عند ناس غريبة هتبقى مليونيرة هتعمل فروس قد كده مش كل الناس يأمل كده تصدق ما أنا عارفها يا بها لو لو مراد أب بقى مش أم لا ما بترضوش إن بنته تطلق لا إنت هترجعها تاني شيلات إيه إحنا ما سدقنا خلصنا منها طب بلوقتي هي متطلق مرتين يا سائل فاقفشا التلق ده هنخليه آخر حاجة عشان فيه عيلين ولازم الحل الوحيد في الحاجات دي لازم يا شيخ يا حد يعني يزو صفة ليه تأثير على الأسرة دي من بلدهم مع حد زو تأثير يعني سي رأيك إن هي ترجع أنا مش رأيك إن هي ترجع ولا إنها تطلق أنا قلتش لا تطلق ولا قلت ترجع متع زييني قلت رأيي هو اللي أنا بقوله ده لازم قعدة بشروط بشروط أرجع بشروط بعد الشروط دي لو القعدة دي جابت نتيجة إيجابية بنسبة أكتر من 60% هنرجع لو قمنا ضربنا بعض لكن لو القعدة دي هي ما توفقتش فإنه حد يبقى من عندها يعرف يتكلم وحد من عنده يعرف يقول بطل وفترة وده حرام شرعاً اللي بتعملو ده دناكو ده حفتكو ده حفتكو ده حفتكو ده ده دي بنت ناس دي صغيرة دي وهكذا لأنه بنت دي مثلاً عندها انزلاق غدروفي الإهمال في علاج الانزلاق غدروش ممكن هي تجيلها شلل ممكن يجيلها مشكلة فلو لازم يقول ما رحومهاش إنها خلفت في التامنة وبيبي جال وكده ما وفي التامنة ببيبي بيتعب فهما ناس محتاجين حد عنده جبروت في الحوار يعرف يحط لهم طريقة لإدارة ده يعني أنت رأيك نتعمل كده طب لحد ما منار تعمل الحل اللي انت بتريد يا دكتور أمل تعمل إيه في الوقت ده؟ تعمل إيه تخليها عند أهلها يعني هي لازم تصر أنا مش هتطلق لكن أنا عايزة حل يعني هي تمسك في الكلمتين دول